السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا في هذا الفيديو سأقوم باستعراض وشرح الرموز والدلالات التي في قاموس أكسفورد لدارسي اللغة الإنكليزية وهو من القوامل الجيدة الورقية الجيدة لمن يحب الاستخدام الورقي طيب فنبدأ هذه طبعا صفحة أي صفحة من داخل قاموس ستجدها بهذا الشكل أول شيء هذا الرمز رمز المفتاح الذي يظهر قبل بعض الكلمات وليس جميع الكلمات هذا يدل على أن الكلمة هي من قائمة الثلاث آلاف كلمة الشائعة التي اخترتهم أكسفورد ليكونوا من أهم الكلمات يعني أنه هذا الكلمة مهمة لأنها من قائمة أهم ثلاث آلاف كلمة الأمر الآخر الثاني في بعض أحيانا العبارات ستجد قبلها هذه العلامة IDM اختصار لIDM والتي هي عبارة استلاحية أو عبارة شائعة الأمر الثالث الرقم الذي يأتي أحيانا في نهاية الكلمة يعني مثلا هذا الرقم رقم واحد نفس الكلمة بعدها تكررت ولكن رقم اثنين هذا يدل على أن هناك معنيين مختلفين للكلمة معنيين بعيدين عن بعض ففي بعض الكلمات لها أكثر من معنى وقد يكون كل معنى في تجاه مختلف هناك ترقيم آخر هنا وهذا يعطيك أكثر من معنى متقارب يعني نلاحظ مثلا هذه الكلمة هناك هذا المعنى وهذا الثاني المعنى متقاربين يعني يدوران حول نفس الموضوع إذن الأمر التالي وهو الذي يأتي مباشرة بعد الكلمة ويتم حصره بين شرطتين مائلتين بهذا الشكل هذا الذي محصول بين شرطتين مائلتين هو الرمز الصوتي للكلمة يخبرك كيف تنطق الكلمة طبعا هذا الأمر قد يحتاج إلى أن تكون على الطلاع بالرمز الصوتية وهو مش ضروري في حقيقة الأمر إن كنت متعودا على الاستماع لكل كلمة أثناء تعلمها يعني أنت ما تحتاجه إذا أنت تستخدم قواميص ناطقة أو معك الكمبيوتر فأي كلمة جديدة عليك تستمع لها وتعرف كيف يتم نطقها صوتيا طيب الأمر التالي وهو بيكون الرمز صغير أو كلمة صغيرة بشكل مائل مباشرة بعد الرمز الصوتي هذا مثلا ناون أي اسم وهنا adjective صفة وكذلك هنا مثلا adverb حال وكذلك verb أن تركز على الثلاث أشهر ثلاث أنواع للكلمة هذه أنواع الكلمة نوعها هل هي اسم صفة أم فعل أشهر الأنواع الاسم ناون هذا ناون الصفة adjective يرمز لها بهذا الشكل adjective وأخيرا الفعل وهو verb يكتب verb هذه أشهر ثلاث أنواع بحيث تفهم وتستوعب طريقة استخدام الكلمة الأمر التالي وهو في بعض الكلمات الأسماء فقط تجد رمز C capital وأحيانا U capital مثلا هنا نلاحظ C ما معنى C اختصار ل countable أي أن الاسم قابل للجمع لأنه كما تعلم في بعض الأشياء يمكن أن تجمعها في بعض الأشياء ما يمكن أن تجمعها فهذه قابلة للجمع هذه هنا C و U اليوم اختصار ل uncountable أي غير قابلة للجمع أي أنها تأتي بمعنى يمكن أن يجمع وتأتي كذلك بمعنى آخر لا يصح أن نجمعه لاحظ هنا مثلا هنا U فقط معنى أنه هذا المعنى المذكور لا يصح أو ما ينفع أنك تجمع الكلمة أو الإسم عندما يأتي بهذا المعنى بعد ذلك يأتي معنى الكلمة أو تفسيرها تفسيرها باللغة الإنجليزية لأن هذا القاموس إنجليزي إنجليزي عربي يعني يعطيك الترجمة والتفسير بالإنجليز وكذلك بالعربي وميزة أكسفورد عن غيره أنه يبسط الشرح فمثلا هنا هذه الكلمة معناها using something in the wrong way ببساطة تلاحظون أنني ذكرت هذه الكلمة أو هذا الرمز وهذا أحد الأشياء كذلك يجب أن تنتبه له ستجده كثيرا S-T-H يختصر أو اختصار لكلمة something وفي اختصار آخر هذا S-B اختصار ل somebody يعني شخص ما إذن هنا شيء ما وهنا شخص ما somebody طيب الملاحظة التالية بعد أن يعطيك المعنى بالإنجليش يعطيك بعدها مباشرة مثال أو أكثر من مثال نلاحظ هنا هنا في هذه الكلمة أعطانا المعنى إلى هنا ثم نقطتين فوق بعض وبدأ بأعطاءك مثال بسيط وهنا دائرة مفرغة أو بيضاء وبعدها مثال آخر فقد يكون هناك مثال أو أكثر من مثال وأخيرا يعطيك المعنى باللغة العربية يعني هذه أهم الأمور التي يجب عليك أن تنتبه لها أثناء استخدامك ويعني استخدام هذا القاموس للترجمة أشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء